اللجنة العسكرية الليبية المشتركة رحبت باختيار مجلس رأسي وحكومة موحدة لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد حتى اجراء انتخابات عامة نهاية العمل جاري وفي بيان نشدت اللجنة بالتزام القادة العسكرين الليبين بوقف اطلاق النار مشددة على ضرورة اخراج المرتزقة من البلاد وتنفيذ كافة بنود اتفاق جونيفا الموقع في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي وعلنت اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زاد خمسة عن عملية نزع للغام ستبدأ في العشر من شهر شباط فبراير الجاري تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين برقة وطرابلس وكانت اللجنة تفقت في ختام اجتماعاتها بمدينة سيرت شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي على فتح الطريق الساحلي بين الشرط والغرب والمغلق منذ شهر نيسان ابريل عام 2019 لتسهيل حركة المواطنين اضافة لخراج المرتزقة والمقاتلين من خطوط التماس من جانبها كدى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبا نولى مجال الاقصاء اي طرف الليبي عن المشاركة في العملية السياسية المقبلة مشيران الى ان حكومته تعمل على اشراك كافة الاطراف الليبية بالعملية السياسية في سياق المتصل اشترت رئيس الحكومة الموقعة السابق عبدالله الثاني اعتماد مجلس النواب للحكومة الجديدة ومصادقته عليها كشرط اساسي لتسليم السلطة اليها القوات المسلحة يتمثل كافة الشعب